السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي قناة الملاكة حسناء كانت تتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وعواشر مبروكة وأيام مباركات إن شاء الله وما تنسوناش من دعاء اليوم إن شاء الله بويت نشارك معاكم هاد الفقاس لي كيجي اقتصادي ولديد وسهل في التحضير إن شاء الله باش نحطروا هاد الفقاس عندني واحد زلافة ديال سكر سانيدة وزلافة ديال السيت واحد ثمنية البيضات أنا غادي ندير غير ستاء وجوج غا نخليهم باش نحساب إما وحتى إما جوج آآ كي بقت لكم وكاس ديال الحليب عندي هنا يا غنجيب الطراب ضروري الطراب لأنكي سهل عليكم الفقاس وكيجي مهوي من داخل عندي هنا يدر تستدين البيضات وغنخلي بيضة باش غادي إن ندهن بها الفقاس غنخوي أدك الكاس أو غادي نخوي ذاك زلافة ديال سكر سانيدة غنخوي زلافة ديال الزيت الفقاس أنا كندروه بالزلافة كيعطي كيمية مهمة وكيجيزوين سير في التحذير صراحة غير جربوه وعندي كاس ديال الحليب هالكاس ديال الحليب ولي كي يخلي الفقاس ما كيتهرش وكيخليهم قرمل هنا يا كيف كتشوفو أنا طحنته في الطراب مزيان عن طحنه وغن نديروه في القصرية هنا مبعد ما داته في القصرية سقطرت الكاس حاول الكاس سقطره مزيان درس ساشيا ديال الفاني جوج معالق ديال النافع وحبة حلاوة عندي هنا يا نص يعني هنا درا غير كاس كاس سعلوز اللي كسمرقة تو في المزهر وزلافة ديال زنجلان مع مراش وغنخلي منه شوية باش غادي نديرو فوق الفقاس من بيء ان شاء الله نخشيف الفران اي اي طيب هنحاول نحرك مزيان هنا يا أنا عندي في هاد البول عندي كيلو ديال تقديل الفورس كيلو اللي ما غرب له ضروري الفورس يتغربل باش كيشي خفيف هندخل هاداك للا يعني هاداك السوائل بشوية بشوية هندك ببطريقة باش ما دقص وش الفقاس. وكي جيكم دقص. هم قا ندخل بشوية بشوية وفي هذا الوقت عندنا ثلاثة يلا نخمارت وغا نحاولو مدروا ثلاثة الخمارت تسرعو تسرعو يعني خاص سرعة باش تقاعد تكمل الفقاس باش ما يخمرش ليكون في ايديكم. ان شاء الله غاديت غايجيكم زوين وغايجيكم خفيف من الداخل وميجيش مدقص. هنا يا انا دخلت داكيو دي الفورس مكفانيش وزيت. هنا يا را زيت كيلو اخر دي الفورس. تقريبا هز اليامة بين كيلو روز. حتى لجوش كيلو الغروب ديال الطقيق. ورا مشو كيف جا جا مقرمل ومهوي صار حوجة خفيف. هنا من بعد ما كملتو قا ديتو للفقاس وجمعتو مزيان في القصريان تم كيف كتشوفوا القاوم ديالو. شاط ليا من دكيو ديال الفورس. رابعة ديال فورس كيف قتليكم تقريبا هزلي واحد جوش كيلو الغروب ديال الطحين ولكن توما ردوا بها لحساب الطحين ديالكم. هدا هو القوام ديال الفقاس. هنا توما اشتي يعني رطب مهقاصح مجاري قسمتو انا بهالطريقة ومي كان بغين خدمو ما كان دير شغير ايدي ميعيني لا كان دير الميزان وكان عبر كان عبر كل بول يعني كل كل طاق كل حصة فيها ميتين وخمسين جرام. باش كي يجيني نفقاس كل مقاد. عانتو ما كيف شفتو ميتين وثمانية وثمانية كان نقص في تغانك من شاء الله العبار ديالو كاملين كل وحدة فيها ميتين وخمسين جرام. باش من قطعو ومن ستفوق كي يجيني قد واحد. يلا ما عبرتوش كي يجي شي كبير شي قصير شي غليد شي عريد لا انا كان فضل انه يتعبر في الميزان ميتين وخمسين جرام في الوحدة وان شاء الله راكم غايجيكم كل نفس العبار. هناك كي تشوفو ضروري انا كان دهن ايديه بشوية ديال الزيز وكان حاول نوقف في القناة ديالو كان ستفف اللاطة اللي انا دهنها في الزيز. غير واحد المعلومة اللي ما عندوش الميزان يديرو ولكن يحاول يقسم على احداشر حصة. انا هاد الفقاس الى ما كش بغيت نديل الميزان انا غير معاكم بغيت نديل الميزان باش تشوفو اما انا ما كان كون بنخدمو وكنت بنخدمو بكيمياء كبية للكلين ديال الحمد لله عم ربي ما حشي مني معاهم. اه كان قطع على احداشر مرة مهم احداشر بول كان خرجوه في ذاك المقادر الليدرز كلهم. انتو ما غير اغسامر بها الطريقة. وغاد ان شاء الله نتلقى معكم. هنايا قدلت واحد المعلقة ديال كاكا وكوبيل ما عنديش نسكافي. او بعد المرة كان ديال كوبيل صراحة. حيات نسكافي ما كان شريهاش انايا ما كان نحاول نستغنع عليها. وعندي بيضاء وعندي زنجلال اللي انا توكي جيزوين. اول حاجة هادك الفقاس تقبوه. بهاد العود ولا بزلاقة ديال الحديد. هذا زلك ديال العود. على التقيب ما كيخليش الفقاس يتفارق عليكم في الفران. نهائيا ما كيت ما كيتفارقعش. صافي كنديرو الشيطة وكندهنو مزيان مرة اللولة. وكن نكمل وكن عود رجع ندهن المرة التانية حتى كياخدك اللون زوين وكنددر علي زنجلان ونخشيف الفران. هنا يا معلومة مهمة جدا. الفران يكون بارد. ما كنشعلوش الفران انا رسيبت اللاتات بجوش. نخشيف الفران يكون بارد وكندير عافية مهيلة. كيف شفته. قلب ندي الكيكة. والفران يكون منفس شوية. يعني فران ما مسدودش مضغوط للمحة محلول شوية. كنخليه تقريبا راح تل ساعة تل ساعة وربع تل ساعة ونس. على حساب الفران. انا ما كنجهدش الفران حتى الفقاس كيتنفخ. وكيطيب من الداخل. وكياخدك اللون المحمر زوين. اللي ماشي محروق. وكنخل نخرجو. وكنخليه لنا كاملة يبات ولكت مزروبا عليه. كان ديل زمن ديل. شوية يكون فازق. وكان نغطي على الفقاس وكنخليه حتى يبرد. نقدر نصيبه في الصباح ونقطعه في العشية. هنتم كيف كتشوفوا. انا كان قطع فيه تبارك الله يعني غير موس دي الحادة عادي. ماشي موس خاص بالفقاس. انا اصلا ما عديش دك الموس. غير هاد الموس العادي. وانا كان قطع فيه. هنتم كيف كتشوفوا قدام عينيكم. نهائيا ما قد نخسر. متاشي حاجة. طبي كمية الحارة يكون الكواريس. ولكن واحد نسبة قليلة. انا دك الكزير الحليب صراحة. ارا هو مهم مهم بزا هذا الفقاس. انا ان شاء الله غانستمر في تقطع ديالو. حتى نكملو كامل عشان سوفو في اللاطس وندلو يتحمل. انتم كيف كتشوفوا سبارك الله كيف محلول هانتو ما. صراحة كلك يجي نفس العبار ونفس تقطع ده. ما فيش المشاكيل وما كيفش نهائيا الكوار. هنتم كيف كتشوفوا هوا هاد البول كله. شوفوش حال ديال الكوار اللي كان عندي في الفقاس. غير ديرو هاد طريقة ان شاء الله. وغيبقى موعتمد عندكم. وغيبقى ما الفقاس ما يبقىش يخطاركم لان وسائل فتحذان ما يبقىش يفقسكم. بدل معنى. بالنسبة لهذا الروس طوال الفقاس راح تموه طبيعة الحال كتب شكلنا صغار كان عزيزنا وولدينا يعطوا ان نبقوا ان ناكلوا في يوم. تآنا الصراحة ما كان نحمرهم وكان ناكلوهم كي يجتوهم والدات صراحة. شكرا شكرا الطريقة السهلة دي لتقطع دياله. حمرتو في الفران اللي عافية تكون متوسطى. وطبيعة الحال كتردو لي هالبال. كيتحمرو من جناب كيتحيي دولي من الوص كتجيبو من جناب. يعني الفقاس كيبغي المراقبة وكيبغي يشوفو. ماشي غير فقاس. الحلوة بصفة عامة كتبغي تغديدها البال في الفران. كان هذا هو الفقاس ديالنا صراحة راهجة من قرمل والديد الديد. آآ فيه ذاك النسمة ديال الساشي ديال الفاني ديال الزهر. آآ ذاك الحلوة بكي خليه مقرمن. كنتمنى من لايكونا للفيديونا للاعجاب ديالكم. والسلام عليكم.